اشتركوا في القناة في مملكة البحرين وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز مشاركة الشركات والمؤسسات الأمريكية ودعم فرص نمو الأعمال التجارية والشركات والتجارة الدولية في معرض البحرين الدولي للطيران وبموجب هذه الشراكة سيتعاون الجانبان لتعزيز فرص الأعمال للشركات الأمريكية من مختلف الأحجام بدءا من الشركات متعددة الجنسيات وحتى الشركات المتوسطة والصغيرة وذلك عبر عرض ابتكاراتها ومنتجاتها وقدراتها في القطاعات الحيوية مثل الطيران والدفاع والتكنولوجيا والابتكار عقدت لجنة التحكيم النهائية لمسابقة البحرين للابتكار العقاري جلستها للتقييم الختامي لـ 12 مشروعا متأهلا من بين 112 مشروعا مشاركا في النسخة الثانية للمسابقة وشهدت المسابقة تنفسية كبيرة بين المشاركين في تقديم المشاريع المبدعة من حيث الابتكار وقابلية التطبيق والتي ركزت بشكل رئيسي على تطوير حلول عقارية مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة مراسلنا كان هناك وأعد لنا التقرير التالي نتابع إثنتا عشرة فكرة تأهلت إلى ختام مسابقة البحرين للابتكار العقاري والتي أطلقتها مؤسسة التنظيم العقاري ضمن الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024 والتي تهدف إلى تعزيز الإبداع والابتكار في القطاع العقاري مسابقة الابتكار العقاري هي من المسابقات التي تشجع أن يكون هناك تفكير في الانوفيشن شنو الأفكار الجديدة التي ممكن القطاع العقاري يتبنىها سواء كان من ناحية القطاع الخاص أو ممكن أن تكون أفكار تتبنىها الحكومة وطبعا هذه الأفكار تكون هي متماشية مع الخطة الوطنية لتطوير العقاري المسابقة كانت فيها تحدي فيها مشاركة أفكار جدا طيبة وقدرنا الحمد لله رب العالمين أننا نتأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات ووجودنا اليوم دليل أن منصة أملاكي لها دور كبير إن شاء الله سيكون في التحاول الرقمي في إدارة العقارات في البحرين وقدم أصحاب المشاريع المتأهلون في مسابقة البحرين للابتكار العقاري عروضهم النهائية أمام لجنة التحكيم حيث تناولت المشاريع أفكارا مبتكرة تهدف إلى تطوير القطاع العقاري بمملكة البحرين وركزت هذه الأفكار على حلول جديدة تدعم مجالات متعددة في القطاع بهدف تحسين الأداء وتسهيل العمليات وتوفير حلول فعالة تخدم تطلعات السوق العقاري في مملكة البحرين أولا أنا أشكر قائمين على هذه المبادرة وعلى رأسهم ريرة هذه فرصة لنا أحنا كشباب نشارك في هذه الأمام ونشارك أفكارنا بعد وأنا واحد ما كنت متوقع أن أصل لهذه المرحلة من التأهل ما أتوقعت فكرتي أنها تنال عجاب اللجنة أمانة المسابقة بجميع مراحلها من الأولى إلى اليوم النهائيات تضمنت العديد من الأفكار الطيبة من أخواني وخواتي المشاركين منافسة جدا قوية نتمنى يتم تطبيق بعض الأفكار التي شفناها على أرض الواقع بما فيها على مصلحة على القطاع بشكل كامل اليوم مساة تنظيم العقاري أتوح لنا الفرصة لعرض مشاريعنا وأفكارنا التي من الممكن أنها تساهم في نمو القطاع والشباب طبعا فيهم الخير والبركة ما قصروا وفي ختام جلسة التقييم النهائية سيتم اختيار ثلاثة مشاريع فائزة يتم الإعلان عنها وتكريمها خلال النسخة الثالثة من معرض سيتسكيب البحرين الذي سيقام في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات في نوفمبر المقبل اتسعى مؤسسة التنظيم العقاري من خلال هذه المسابقة إلى دعم الابتكار العقاري وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحريثة في هذا القطاع مما يصهم في خلق بيئة تنافسية تشجع الشباب البحريني على طرح حلول متميزة وفعالة أعلنت بورسة البحرين حصولها على جائزة الايزو لنظام إدارة استمرارية الأعمال وذلك بعد خضوعها لإجراءات التدقيق التي أجرتها شركة بيرو فيرايتس الشركة المتخصصة في أعمال الفحص والاختبار والاعتماد حيث تم فيها دراسة عملياتها وإجراءاتها بشكل كامل ويأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود الدؤوبة التي تبدلها بورسة البحرين للتعامل مع المخاطر المحتملة أو الظروف غير المتوقعة فضلا عن التزامها بأفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق باستمرارية الأعمال وإلى عالم الذكاء الاصطناعي المتجدد تنضم معي عبر سكايب للحديث حول هذا القطاع الحيوي الأستاذة إليزيا ليزكانو مدير مؤتمر العالم الرقمي في معرض المؤسسة الرقمية في إسبانيا أرحب بك في النشرة الاقتصادية واستاذ يعني من وجهة نظرك كيف ينبغي للشركات تحقيق التوازن بين الحاجة إلى الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمخاوف الأخلاقية المحيطة به خاصة فيما يتعلق بخصوصية المستهلك والبيانات لا شك أن الشركات تحتاج إلى إيجاد توازن بين الابتكار المدفوع بالذكاء الاصطناعي والمخاوف الأخلاقية من خلال تضمين الأخلاقية في استراتيجيتها هي تواجه في رأيي تحديات مختلفة أول تحدي هو التنظيم حيث لم تعود الأخلاقيات مجرد شيء إضافي خصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي بل أصبحت مرتبطة بالتشريعات والاستراتيجيات الأساسية وبناء على المنطقة لدينا بالفعل قواعد واضحة على سبيل المثال هنا في أوروبا لدينا قانون الذكاء الاصطناعي وهذا يخلق مشهدا تنفسيا جديدا ومثيرا للاهتمام ثانيا المهنيون لا حاجة الآن لفرق مهنية في العمل لتصميم الاستراتيجيات وتنفيذ مشاريع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي إن أتمتت العمليات بطريقة تتوافق مع تشريعات ذكاء الاصطناعي تتطلب موارد واستثمار ووقت ومال ثالثا الثقة من الضروري أن تعزز الشركات الشفافية مما يضمن أن المستهلكين على علم بكيفية استخدام بياناتهم ولأي أغراض تمنى الثقة من خلال التواصل الواضح وتطبيق تدابير قوية لحماية الخصوصية أخيرا العلامة التجارية تحقيق التوازن بين الابتكار والمبادئ الأخلاقية القوية خطوة استراتيجية للحفاظ على علاقات طويلة الأمد مع المستهلكين بالتأكيد الأستاذ إليزيا لسكانو مدير مؤتمر العالم الرقمي في معرض المؤسسة الرقمية في إسبانيا شكرا جزيلا لك